اللي عايزة وصله لك ما تحفظش القانون استنتج القانون استنتج القانون يعني ايه هعودة نحفظ كتير واستنتج كتير قال لك لأ حسب الحالة اللي هيدها لك تعمل انت القانون تغير في المعاملات فانا عندي خلاص اللي انا حفظهم وبامشي عليهم ما فيهمش اي اختلاف ان انا R1 بتساوي رو E1 اللي واحد على A1 وR2 بتساوي رو E2 اللي 2 على A2 دول القانونين اللي احنا ايه بتوع سلكين او سلك اتغيرت معالمه طيون تخن اطمط وهكذا فانا بعمل دايما علاقة بين المقاومتين دول R1 على R2 طيب الراجل قال لي ايه حسب الشرط اللي هو بيدهولك في المسألة ولذلك بقولك هي قصة مش حبز يعني الحفيزة مش هينفعه في المادة دي لانه بيقولك نفس السلك بس ايه اللي حصل السلك ده كان بتخن معين او بمساحة مقبع معينة شدناه فلازم المساحة دي تصغر منطقي منطقي ان المساحة تصغر يبقى انت عندك مساحة A1 وعندك مساحة A2 عندك طول L1 وعندك طول L2 يبقى انا فاهم المعنى الفيزيائي للموضوع قال لي من نفس السلك او نفس السلك يبقى الرو راحت مع الرو يبقى المفروض L1 على A1 مقسومة على L2 A2 اللي احنا قلنا خلاص احفزناها صم اللي هي بتكون L1 A2 على L2 A1 خلاص دي خلفه لعبتنا فين لعبتنا في ان انت قلت L1 على L2 خليهم لوحدين و L2 على A1 هو بيقول لي انا ليهم نفس يعني نفس الحجم يبقى فل واحد بتسوي فل اتنين يبقى الفوليوم الاولاني نسوي الفوليوم التاني ده معنى ان A1 L1 بتسوي A2 L2 ده معنى في الرياضة ان L1 على L2 L1 على L2 يعني روحت وما رجعش ايدي فاضية يبقى A2 على A1 يبقى مرة شيل L1 على L2 هنا هتطلع لك A2 على A1 يبقى A2 على A1 في A2 على A1 يبقى A2 في A2 بتديني A2 تربيع يبقى القانون هيبقى R1 على R2 هتسوي A2 تربيع على A1 تربيع طب المساحة بتسوي باي R تربيع يبقى باي R2 الكل تربيع على باي R1 الكل تربيع البي تروح مع البي يفضل R2 تربيع على R1 تربيع خلصة المعادلة دي بالA2 طب عايز اشيل الايهات خالص اصلا واخلي ال L يبقى اشيل A2 على A1 وحطه مكانها L1 على L2 وفيه اصلا L1 على L2 يبقى L1 تضرب في L1 تديني L1 تربيع وتحت L2 تضرب في A2 تديني L2 تربيع فهمنا؟